بعد فترة قصيرة من تعهد مصطفى الكاظمي بضبط الأمن ومعالجة أجهزة الاستخبارات عادت صواريخ الكاتيوشا لتضرب محيط مطار بغداد حادث أمني هو الثاني من نوعه في ظرف أسبوع بعد الهجوم الذي استهدف ساحة الطيران ما يكشف بكل وضوح حرية التحرك لدى الميليشيات وقدرتها على شن الهجمات وزعزعة الأمن متى شاءت وفي الظرف الذي تراه مناسبا استهداف محيط مطار بغداد لا يختلف بطبيعته عن الهجمات السابقة على المقارات الدبلوماسية فلا يقصد منه إيقاع خسائر في الطرف المستهدف بقدر ما يحمله من رسائل سياسية وأمنية تترجم الصراع بين أطراف المنظومة الحاكمة وتجسد شكل الخلاف الأمريكي الإيراني توقيت الهجوم الجديد يظهر أن الكاظمي هو الحلقة الأضعف في اللعبة فثمت من خصومه السياسيين من يريد إثبات فشله الحقيقي في إدارة أهم الملفات الداخلية ملف الأمن وبطبيعة الحال فإن الكاظمي فعليا لا يملك أدوات تفرض سلطة الدولة إذ أن تنصيبه أساسا كان بجهود تلك الميليشيات وله الكلمة للفصل في إبقائه رمزا سوريا أو إقالته إذا حاولت تفلت من عقالها تؤكد مصادر حكومية أن تغييرات الكاظمي في التركيبة الأمنية كانت على هامش المعضلة ولم تطل أصلها وهي مجرد إجراء شكلي لامتصاص غضب العراقيين وحفظ ماء الوجه بعد فشله السابق في نزع سلاح الميليشيات أو حتى مجرد تقليم أظافرها وبعيدا عن تداعيات الهجوم داخليا فإن تزامنه مع إدارة بايدن الجديدة ستبقي الضغط على إيران في دائرة الاهتمام الأمريكي وتؤكد للأطراف التي تسعى للتفاوض معها أن سلوك ميليشياتها لا يمكن أن يتغير إلا بقوة رادعة تلزم داعمها في طهران بكبح جماحها وكسر أدوات الخراب التي تملكها